وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيارة رب العالمين العترة ما المراد منها؟ العترة في لغة العرب تأتي بمعنى أولاد الرجل عترة الرجل أولاده أولاده الذين من صلبه والعترة أيضا هي أصل الشجرة ولذلك يقال للشجرة المقطوعة التي قطع ساقها وبقي جزء من الساق متصلا بجذوره في الأرض يقال لها عترة لأن العترة هي الشجرة الشجرة النابتة التي امتدت جذورها كثيرا في الأرض العترة هي الشجرة والعترة الذرية والعترة أيضا في لغة العرب قطع المسك الكبير الموجود في نافجة المسك نافجة المسك هذه الغدة الجلدة التي تستخرج من غزال المسك والتي يتكون فيها المسك من دم الغزال المختزن بهذه النافجة فحينما تستخرج القطع المتجمدة من المسك القطع الكبيرة تسمى بالعترة والقطع الصغيرة تسمى بالعتيرة العترة هي القطعة الكبيرة من المسك وأيا كان إن كان معنى العترة الأولاد فآل محمد هم أولاد محمد ولقد قال صلى الله عليه وآله كل نبي ذريته من صلبه وذرية من صلب علي وفاطمة فإذا كان معنى العترة هو الأولاد فهم أولاد محمد صلى الله عليه وآله وإذا كان معنى العترة الشجرة فهم شجرة محمد وآل محمد كما قال صلى الله عليه وآله أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وإذا كانت العترة هي قطع المسك الكبيرة في النافجة فهم نافجة مسك هذا الوجود وهم قطع المسك الكبيرة في هذه النافجة إذا كانت النافجة رمزا للفيض الأقدس وللفيض المقدس إذا كانت النافجة هي وعاء الفيض فإن أكبر هذه القطع الموجودة في نافجة المسك والتي يقال لها العترة هم عترة المسك وهم عترة نافجة هذا الوجود وعترة خيارة رب العالمين الخيارة تأتي بمعنى المختار المصطفى يعني أن المراد وعترة المصطفى عند رب العالمين وعترة المختار من رب العالمين خيارة رب العالمين يعني المخلوق الأول المصطفى الأول المختار الأول المجتبى الأول المنتجب الأول وهو محمد صلى الله عليه وآله وعطرة خيارة رب العالمين هذه العطرة منسوبة لخيارة رب العالمين والخيارة هنا أضيفت إلى رب العالمين ورب العالمين هو المدبر لشؤون العالمين العالمون طرًا جمع لعالم لكل ما خلق الله سبحانه وتعالى رب العالمين هذا الاسم يتجلى أين؟ يتجلى في خيارته يعني أن رب العالمين تجلى في خيارته ورب العالمين إنما تجلى في العالمين بكل أسمائه رب العالمين إنما أفاض بجوده على العالمين أفاض بكل جوده رب العالمين وسعت رحمته كل العالمين وهذا هو الخيارة خيارة رب العالمين يعني الذي اختاره من كل مجاليه الذي اختاره من كل عوالمه فتجلى فيه بأعظم المراتب خيارة رب العالمين هو عنوان لكل المعاني التي جاءت في دعاء السحر الشريف كل المعاني وكل الأوصاف التي جاءت في دعاء السحر الشريف أبهى البهاء أجمل الجمال اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاء أبهى البهاء أجمل الجمال أجل الجلال أعظم العظمة أنور النور أوسع الرحمة أتم الكلمات أكمل الكمال أكبر الأسماء أعز العزة أمضى المشيئة أقدر القدرة أنفذ العلم أرض القول أحب المسائل أشرف الشرف أدوم السلطان أفخر الملك أعلى العلو أقدم المن أكرم الآيات مظاهر الشأن والجبروت وكل ما يجمع هذه المجال حين يقول الدعاء وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله وإسم الله هو الإسم الجامع لكل الكمالات خيارة رب العالمين الكائن الموجود الحقيقة المجلى الذي تظهر فيه كل هذه المعاني أبهى البهاء أجمل الجمال أجل الجلال أنور النور إلى بقية الأوصاف لأن هذا الدعاء لا يتحدث عن بهاء الله سبحانه وتعالى فبهاء الله فنور الله ليس فيه مراتب اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى يعني هناك ما هو بهي وهناك ما هو أبهى اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه هناك ما هو نافذ وهناك ما هو أنفذ فعلم الله لا توجد فيه مراتب علمه من صفاته الذاتية علمه هو قدرته وقدرته هي ذاته وعلمه هو ذاته سبحانه وتعالى لا توجد مراتب هذه المراتب إنما هي في الحقيقة المحمدية في تجليات الحقيقة المحمدية فإذن المراد من خيارة رب العالم الحقيقة الجامعة لكل مجال الأسماء لكل مجال الصفات وهذه العترة منتسبة إلى هذه الخيارة انتساب هذه العترة إلى هذه الخيارة يعني أنها تنتسب إلى كل صفات جمالها وكمالها وعترة خيارة رب العالمين هذه الخيارة فيها كل جمال وجلال والعترة منسوبة إلى كل هذا الجمال وإلى كل هذا الجلال وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيارة رب العالمين وهذا الانتساب انتساب في العالم الأرضي إلى محمد هنا الانتساب يظهر في العالم الأرضي الانتساب الرحمي والانتساب الإلهي أيضا فآل محمد يرثون محمدا وراثة رحمية ويرثون محمدا وراثة إلهية ومن هنا يتجلى لك الكذب الفاضح في قول القائل بأن معاشر الأنبياء لا نورث أصلا النبي صلى الله عليه وآله له وراثة إلهية وله وراثة بشرية رحمية فآل محمد وراثه من الجهة الرحمية ووراثه من الجهة الإلهية وعطرة خيارة رب العالم فهم عطرته من جهة اللحمة والنسب وهم عطرته من الجهة الإلهية من جهة الوراثة الربانية ترجمة نانسي قنقر